كان تابع الحركة الإسلامية من أواخر السبعينات وبالخصوص حزب العدالة والتنمية في التجليات والحركية من 1977-1978 والشخص التي تنشط الحزب التي حضرها الآن المداخل هذه هي في ثلاثة ديال النقاط لا أرى خمسة كيف أبضل أولا مقاربة الحزب كأي حزب ليست خاصة لها خصوصية من خلال تحليل المقارن الخصوصية كانتظل وحيدة للحزب ليست حزب إسلامي ولكن حزب دامرجعية إيديولوجية عنده بعد إيديولوجيا لأنه في تصنف علم سياسي للأحزاب هذا الصنف للأحزاب اللي عندهم إيديولوجيا بتمنى ولا إيديولوجيا عندهم عدة مواصفات وعندهم خصوصيات اللي لا ملك يكونوا في المعارضة ولا ملك يكونوا في الحكم وعندها عدة عواقب على مستوى التنظيم الداخلي للحزب وعلى مستوى التدبير بعض الرهانات اللي كتواكب هذا المرور من المعارضة أو من الدعوة الإيديولوجية إلى التدبير الشأن السياسي النقطة الثانية هي مقاربة الحزب كحزب دامرجعية إسلامية نظن هذه وكن نظن بأن أسبق أن يعد الله تكلم عن عدة مسائل في هذا الإطار نريد أن أرجع على بعضها خصوصا القضية التي تكلمت عليها السيدة العينين على المرجعية الإخوانية وتكلموا شيء على المرجعية الإخوانية ومدى وجود تواجدها في الحزب ومدى الإمكانية تمكن الحزب من خلق التصور الخاص به والمسألة الثالثة هي الحزب في موقع المسؤولية السياسية والبرنامج السياسي والمرجعية والبرنامج السياسي والتدبير السياسي والمرجعية والمسائل التي ترحت هذا تدخول يغيب عدة مسائل أخرى الإطار العام الإطار السياسي تحليل الحق السياسي المغربي ككل العلاقة مع الأحزاب الأخرى إلى آخر تغييف المداخل 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 سلط الضوء على جانب خاص وهمش إلى الدنماء لمحاولة التدقيق مداخل وغالباً في البحث آپ في اغني بحثي بمعاينات الميدانية ولكن هنا سيكون غير مداخل المسائلة ولكن تغيب معاينة ميدانية وإثنغرافيا ما حضراش مثلا نعطيكم معين لقطة السيد اللي قرأ الآيات القرآنية قبيلة هندمه جد خاص ويؤشر على التصور ما هو هذا المؤسسة لأنه عادة سيكون بجلوية تودر طبوش حمار إلى آخر ولكن هذا سيكون غيب 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 من هذا التدخل وهذا سيقلقني شوية لكن بدأوا على بركة الله أول مقاربة الحزب كحزب دامر جعية إيديولوجيا من خلال تحليل المقارنة وهنا التحليل كنت أسمني ما كانش نبيل بن عبد الله لأنه يعرفون نفس المشكل الحزب الشيوعي يعرف نفس نفس الريانات ونفس المشاكل ولاحظنا الصير والحزب العدالة والتنمية إلى الحزب الشيوعي المغربي والتموقع تموقع الديره السياسية والإيديولوجية وحتى تغير اسم ديره في حدة محطات من الحزب الشيوعي المغربي البيئيس البيئيس وتدبيره لبعض المسائل كنتظن بأنه هنا كان عدة وحتى تلاقي حزب البيئيس مع العدالة والتنمية في بعض المسائل خلال التجربة السياسية كنتظن عنده هذه وحدة المرجعية أو ليس مرجعية الإسلامية وكأنها وحدة المرجعية الإيديولوجية كقاسم مشترك كمؤسس للهوية الحزبية هذه القادية كتطرح العلاقة بين الإيديولوجي والسياسي كنظر أن عبد الله فاشتكلم بدقة على العلاقة بين الجماعة وبين الحزب والمشاكل التي تقدر تطرح ما غنرعش لك شيء يقال متفق مع لحد دينما المسألة الولية كتطرح القادية بين المرور من موقع الخطاب من فرنسي كنقول الموقع التدبير وهذه المسألة لأن الكفاءات بين التدبير وبين الدعوة ليس نفس الكفاءات المسألة اللولة التي يدبر الحزب من هذا الموقع هو أين سيضعوا الناس الذين طلعوا نقولهم بالدرجة الناس الذين كانوا في هذا الموقع يقدروا يتأقلم سيبن كيلال نموذجا وكيلي لا يقدروا يتأقلم من الموقع الدعوي المتقاف العضوية من الموقع الموقع التدبير لأن الكفاءات لا يوجد نفس الكفاءات والحزب يضطر بعض الاختيارات التي تساهم تدير واحد عامي لدير ضعف مستقبلا لأنه يبدأ هذه القادية لدير التدبير المسألة الثانية التي تستطيع أن نمر بسرعة على عدة قد رجعوا لهم في النقاش وهذا تفل حزب الشيوعي تاريخ الحزب الشيوعية لاحظوا بسرعة بقوة تدبير توسيع دائرة المنتمين التي تكون من موقع ضعف الموقع قوة نظن بأن في 2011 الحزب تلقى عدة طلبات الانتماء ودخول إلى هذا الوقت في حين أن التدبير الاندماج في حزب عنده مرجعية إيديولوجيا صلبة يخصو يخصو وقت ولكن في هذا الوقت لم يكن الوقت لكي تدبير هذا الاندماج لأن هناك تهازيين هناك الناس يريد البصلاح هناك الوقت تنمية الإيديولوجيا للناس المنتمين وفي نفس الوقت المواصفات المنتمية للحزب دو بعد إيديولوجيا لا نظر على الإسلام لا نظر على بعد إيديولوجيا تمر من المناظر المناظر السيد الذي يدخل الحزب هذا شيء طبيعي جدا لأجل المصالح هذه المسألة كي يواجهها جميع الأحزاب في حين في حين أن ونرجع العام من بعد في أن موقع التدبير السياسي كنظل كانوا لقاء كن عندي مع السياة بالإله في 2017 طويل كي يكون مرغم على مستوى الانطقاء بتغليب العامل النجاعة وعامل الخبرة إلى آخر على عامل الشرعية الإيديولوجية أو للصلاح أو للأخلاق إلى آخر المسألة الثالثة التي تطرحها القضية لهذه الحزب الإيديولوجي هي التدبير تعاقب الأجيال كنظل أن أتكلم عنها بزاف لأن تعاقب التقافة السياسية والإيديولوجيا للأجيال كتجي أولا من التقاسم المرجعية وكنظل المرجعية لحدنا كانت حاضرة مرجعية الإسلام السياسي في 80-90 ولكن حتى مرجعية النضار اليومي لأن كان فرق كبير بين الجيل المؤسس الذي عمل في واحد الإطار والجيل الثاني والثالث لأن نحن تقريب أربعة أجيال تتعايش داخل التنظيم مما فيها جيل الز الأخير الذي عنده تقافة التواصل ولكن على الأقل بالجيل الأول والجيل الثاني وهذه القضية كيعرفها الحزب عدد وتنمية كيعرفها العدد الإحزان بقوة جدا الجيل الحركي لنما رأس المال الرمزي دياله داخل مثلا الحركة الطلبية كتر من داخل مؤسسة أخرى كيكون هناك تقافة غير الجيد مفرقة مع تعير مثل الجيل اللي اللي المهارات دياله التدبيرية والسياسية داخل الحركة طلابية الجماهيرية كان عنده مثلا في ميل كتير يشارك في 20 فبراير كيحدث برأس عنده إمكانيات تدبير تدبير الشارع في حين اللي جيل قبل اللي ما كانش عنده هالتصور ما شيعر جاي من تقييم المرحلة ولكن يحتمل المعارات اللي غد ولكن واش غيت فلت للك التنظيم ولا ما يفلش لك من يديك هذا اللي كنظن بهذا المسألة وهذا المسألة كنظن حاضرة هي ما نرجع التاريخ للحزب السيوعي سالعلاقة بين ستالين وبين تروسكي مسألة الخامسة كنظن هي تدبير مخلفات المنطق الإيديولوجي اللي مبني اللي هو منطق غالبا بناء في واحد جوج صفر حلال حرام صح خلاط إلى آخر هذا هو الإيديولوجيا لأن الإديولوجيا من مواصفتها أنها الشيماتيز لرياليتي لشيماتيز كتسهلها لأن الانتماء تبنى على الشيماتيز لرياليتي في حين أن العمل السياسي ما في شد في مشي واحد جوج في واحد إن في بزاف المواقع هذه المسألة تدبير هذه القضية يقع عدة صيدامات بين مليكي قولي فيبر القناة الفرنسية الخلفية يقدر يترجم بين السيدان بين أو سيبدي لا يقدر يترجم تقدر تترجم تترجم الفرنسية بين إنيتيك دو كنفكشن إنيتيك دو كنفكشن مليكي تترجم إنيتيك في تجربة الحزب العدن والتنمية اللي لقع في هذا الصدام بين جوج ديال وغالباً الجرأة السياسية إلى حد ما فعد الموقع غالبات ما يسمى بليتك دور رسپنسابيليت وهنا كي يزيد كي بععد عليك الناس اللي اللي دخلت الحزب على أساس إنيتك دو كونفكشو إيمان إيران وهذا شيء أنا كنعود نرجع للمحطة الأولى ماشي توصيف الإسلامي للحزب هذا توصيف إيديولوجي للحزب كم يكتبني المسألة الأخيرة هو أن وغرج عليها من بعد أن غالباً في هذه الأحزاب الأحزاب الداوي المرجعية الإيديولوجية الصلبة أي الصلبة في موقع الحكم كي يواكبوه بإنتاج إيديولوجي كي يواكب هذاك التطور إنتاج إيديولوجي كي يواكب ذلك التطور الشيء هنا قنوة الحكم الشيء اللي كان ضعيف ضعيف خلاح الدلماء داخل الحزب بعدها التنمية كي يواكبوه كي يواكبوه فعلاً يجبوه من هذه الدائرة الدعوية وكن ضعيف وكن ضعن بأن في العربية أنترم دكو ديرادوك الناس في الدائرة الدعوية كان صعب صعب جداً في عين أن الألية كينا ولكن كان صعب هذا المواكبة الإيديولوجية للتموقع الجديد هذا نقدر نطوله في هذه المسألة ولكن نحبس في هذا الباب الأول نظن بأن كان إمكانية النقاش على هذا المستوى وهنا كما قلت قبيلة نقدر نتكلم عن الحزب العدلة والتنمية نقدر نتكلم عن الإخوة المسلمين في موقع الحكم في مصر ولا حزب اللي شوية متطور إيديولوجياً إلى حد ديمة الحزب ديال تونس لإخرق إمكانية التموقع الجديد ولكن رغم ذلك بقى حضرة رجع للتقافة الإخوانية حضرة ولا الحزب أي حزب شيوعي عبر التاريخ المسألة التانية اللي بنتكلم عني المقاربة الحزب كحزب إسلامي كنظن عبدالله يسبقني عبدالله بشتكلم على أن الحزب الحزب بقى مبصوم بتعدد المرجعيات اللي حاضرة في تاريخ ديره الأول هذا قدر نقول اسمية أنا ما عندي مشكل سي سي مصطفى رميد جاي من جهة سي أحمد جاي من جهة سي عبدالإله عنده جريبة إلى خيره ومكانش كان توافق حول مسألة مؤحدة ولكن على المستوى الحركي أكثر منه على المستوى الإيديولوجي في هذا الوقت ما كانش حسم كما قلت حزب كيتبنى على إيديولوجيا عنده كي يكرس الطاقة الديال الأساسية على هذا الإطار الإيديولوجي يخدم فيه بقوة وكي أعطي إطار إطار مرجعي لإساسة الاختلافات لكور كي يكون عن محضور بارز وكي تدبير هذه الاختلافات على مستوى خط الخط واحد الخط جوش الخط ثلاثة كنظل كي يتبع هذا الإيديولوجي كي أعطي ولكن هذه القضية ما 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 اللي بقى المشترك المشترك هو وكنت تفق مع مالعيني اللي قالت هاد القديد هاد اللغات حول الإخوة المسلمين المسلم فيه اللي واضح على المستوى التاريخي أن الحزب العدد العدد والتنية مع ذلك التعلاقة التنظيمية مع الحزب مع الإخوة المسلمين في حين أنك جميع جميع الفاعلين في الإسلام السياسي بما فيهم إلى حد ما بعد أحد أمن السلفية كما كما الأحزاب اليسارية كانت مبنية على واحد المرجعية تقافية مشي سياسية مشتركة قراءات مشتركة ما تطرش تشوف شواء تتحرك في إطار الحق الإسلامي وما قراش قطب ولا مقراش السيد ولا محمد ولا مقراش إلى آخره كنظر كنا هاد هاد تقافة مشتركة وهاد تقافة مشتركة أنا على مستوى السياسي سنختزلها في أربعات لكن أربعات الخصوصيات في مقاربة تصور لما هي العلاقة الحاكم بالمحكوم وقاعدة المستوع الخصوصيات حركة الإخوان هذا الفكر ليس حركة الفكر والتي تجسد والتي يفصل على الحركات قلبات الرأي العام ضدها في ضرف عام ونص حيث مشاعر الخدمات العسكر مشاعر الخدمات العسكر ونحن خمسة دقائق ثلاثة دقائق نصح بليش نطول سنقول بسرعة ونرزعوا لي ونرغبت علاقة الحاكم الحكوم الحكوم أولا محورية الأخلاق البعد الأخلاقي البعد الأخلاقي المشي هو خيب المؤسس ولكن تقع تناقضات بين ما هو المواقف اليومية وبالمرجعية الأخلاقية وقد حصل لأن المسألة الثانية أن علاقة الحاكم بالمحكم وهنا الحزم كان في موقع الحاكم ماشي المحكم كان في الحكم نظن بين التقاف الإخوانية وهذا جاي من قدر نتكلم عليه لأن جاي من الفلسفة الإسلامية القديم لأن سمحوليان سمحوليان المسألة الإجرائي وهذا فرز التاريخ الإسلامي أن الخنضوع للسلطة لا يمكن أن يكون إيرادي الناس يخضعون للسلطة مرغمين لأن إذا كان إيرادي شرك لا نقول فقهيا أو فلسفيا لأن العبودية لا عبودية إلا لله لا يمكن نتيجة نتيجة هذا أن التصور تصور العلاقة يكون بالغلبة وليس بردزيون ولكن بردزيون هذه حضر وكن نضر في عدة محطات ومواقع العدلة والتنمية في موقع الحكم خرجت هذه المسألة خرجت ونقدر المسألة المسألة الثانية هي أن قضية دائما على مستوى التقافة للإخوان هي موقع موقف الإخوان المسلمين قضية العدلة العدلة مشيه المساوات العسالة مشيه المساوات العدلة عندها بعد آخر لهذا القضية اللامساوات هي طبيعية من هنا تجي إلى حد المنغر تجي واحد العلاقة متشنيجة مع قضية توزيع مع قضية تأميم مع قضية عدة مسائل على أخير تقليل ما يسمى الديمقراطية المصطرية على الديمقراطية كالك تقليل الديمقراطية المصطرية لأن عودتاني تجي من المرجعية الفلسفية الإسلام لأن العلاقة مع الديمقراطية كتصور للمعرفة أي أن الديمقراطية تجي من تصور للحقيقة الحقيقة نسبية ماشي مطلق كتبتل كتبتل هذه القضية فكتعطي أن الديمقراطية كان أخذ منها على المسائل المصطرية ماشي كتبتل لهذا كله جعل أن نظر بأن الحكم قيمة بسرعة أن الحزب لا توفق لحد الماء للمرور وهنا قلس عبدالله قبيلة على تجربة الديمقراطية كريتين من مرور من حزب الذي لديه المرجعية هكذا رغم أن الريهانات كانت عنده ريهانات واقعية وكنتظن أن إضاءات ما رجعش لها لإضاءات ولمكاسب إلى خير لأن المرور من هذه المرحلة إلى حزب محافظ 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 غير حداتي محافظ حداتي لأن هذا لكن محافظ من غير هذه المسألة الخدمة الإيديولوجية من الدرش وهنا كان هذه قلت حال هذه الحميد مالي من مسؤولية الحزب التي لم يقام بها على مستوى الفكر الإسلامي أن كان نلاحظ بقوة أن المرحلة هذه السبعينات وحتى الثمانينات كان هناك جرأة كبيرة على مستوى الإنتاج الفكري في تطوير الفكر الإسلامي خصوصا تطوير حتى تطوير الفقه المقاصدي وكان دمنا كان عندي نقاش بزب نقاشات مع السيحم تطوير المقاصدي في حين المجتمع يحتاج لتطوير الفكر الإسلامي المسألة الثالثة سوف نقاش على مستوى التدبير على مستوى التدبير كنظم أن الإكراهات الإكراهات العمل السياسي اليومي في موقع التدبير يجعلك أمام إكراهات موضوعية أولا لأن المعلومات التي تأخذ على الواقع هي أكثر من المعلومات التي كانت عندك قبل وهي متناقلة وكتجعلك أنك مرغم لإنتاج التوافق وكت المسألة تدير لتكدو كونفكسون لتكدو رسمونس يكون على المحق يوميا يوميا ولكن المسألة التانية هي أن على مستوى المرجعيات أو جانب الاقتصادي في المرجعيات الإسلامية التي يعطي قيمة كبيرة الملكية الخاصة التي يعطي قيمة كبيرة للعقد كمؤثر للعلاقات القالونية بين الناس التي يعطي لدي شوية تباعد شوية حضار أو حضار من الدولة توجيس من الدولة هذا كل يتلاق فيه هذه النقاط تتلقى شوية مع ما يؤسس الآن للنيوليبرالية الجديدة وكن نظل بأن في هذه العشر سنوات التي كان حزف المسؤولية أنا ما كنقول ضد مع النيوليبرالية الجديدة ولكن عندها عند التجليات عند كلفة إلى آخرين من هذه قضية المقصة إلى آخرين ما نقول هذا صواب خطأ كان نقول بأن هذا التلاقي ما يسبب أي التغليب الإكسبرتيز على السياسة إلى آخرين كان عدة مسائل نزرد وعد عشرين مؤشر دي التلاقي والذي كان نلقاه في الممارسة السياسية على مستوى التدبير الواقعية إلى آخرين يجعل أن بيسور انتخابيا الحزب التمنديل شكرا